مشاهدين الكرام في كل مكان صعد الله اوقاتكم بكل خير في هذا العدد الجديد من الفقرة التحليلية لمباراة مليدة وجدة وندي حسن تقادير برسم الجولة التاسعة عشرين من البطولة الاحترافية انوي والمباراة التي ستجرى بالملعب الشرافي هناك بوجدة بداية من الساعة الثامنة ونص بتوقيت المملكة المغربية المباراة كما وهو معلوم هي قمة اسفل الترتيب بين نديان يعيشان على على واقع سوء النتائج ندي حسن يتقادير يحتل الصف الثالث عشر برصيد سبعة عشر نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن المولدية الوجدية الذي حصد اه اربعة عشر نقطة اه من ثلاث حالة فوز خمس حالة عادل وعشر هزائم بينما حسن يتقادير اه حقق اربع انتصارات وخمس تعادلات وتسع هزائم نتائج غير مرضية للانصار وستكون بمتابة قيمة اسفل الترتيب كما ذكرت في هذا العدد سنتطرق الى بعض الحالة الفنية التي الخاصة بندي مولدية الوجد وكذلك سنتوقع تشكيلة الفريقين المعنى التي سيدخل بها كل من عمر نشحي للإيثار الوطني ومدرب مولدية وجدة وكذلك البرازيلي ماركو سيزار باكيتا مدرب نادي حسنية اغاديرا بالنسبة للحالات الفنية الخاصة بندي مولدية وجدة يعني اه لو عملنا مقارنة بين اه مباراة الذهاب ومباراة الايام مباراة الذهاب التي اه اجرت بملعب اذرار اه هناك بعض يعني التغييرات خصوصا على مستوى التركيب البشرية وكذلك التقم التقني المباراة الاولى قدها مونير الجعواني وهناك بعض اللاعبين الذي اه الذين غادروا المولدية وجدة وتعويذهم بلاعبين اخرين بعد الانتدابات يعني هناك بعض التغييرات لكن الاخطاء تبقى اه ثابتة يعني اه اخطاء تعامل دفاع فريق اه مولدية وجدة رغم يعني تغيير بعض الاسماء على مستوى الدفاع الا ان الاخطاء اه خصوصا اه اخطاء التعامل مع الكرات العرضية مشكل كبير بالنسبة لمولدة وجدة لو استغل حسنية تقادير ولو تعامل مع العرضيات ولو اشتغل ماركوس باكيت على المرور من الاطراف سيخلق مشاكل اه عدة بالنسبة لدفاع فريق مولدة وجدة ويمكن الصياد هدف او هدفين من خلال هذه التغرى التي اه موجودة في دفاع فريق اه مولدة وجدة. اه سنتطرق الى هذه الحالات عن طريق الفيديو. اللقطة الاولى هي بالنسبة لمباراة فريق الجيش الملكي. والمولدة مولدة وجدة التي وجريت بملعب البلدي بقنيترا والتي انتهت بفوض الساكر ثلاثة اهداف مقابل الهدفين. الهدف الاول اللاعب فريق الجيش الملكي انسل من اه الجهة اه اليمنى و اه اه مرارة الى المربع العمليات ووجد اه حمزة اجمان حرا طليقا بدون اي مراقبة بدون تغطية. لاعب فريق مولدة وجدة يعني ذهبوا اه اربعة لاعبين كانوا في اتجاه لاعب واحد في حين لاعبين كانوا حرا حرين سارقين في مربع العمليات وهنا يعني اه الشيء الذي ذكرته ان لاعب فريق مولدة وجدة لا يعني اه لا يتعاملون بشكل جيد مع العرضيات ويترك وحتى التغطية هناك مشكل في التغطية حتى مشكل اخر اه اه لو القينا نظر على دفاع فريق مولدة وجدة هناك اه اغلب اللاعبين يعني اه لا يتميزون با اه طول القامة يعني قامتهم متوسطة اه باستثناء اه من راح اه متر وتسعين سنتيمتر يعني اه جميع اللاعبين وهنا الحديد سيجرون الى الهدف هدف فريق اه الفتح الرياضي الرباطي في مباراة المباراة السابقة والتي انتهت بفوز فريق اه الفتح الرياضي الرباطي بهدفين لهدفين واحد يعني اه كانت هناك الهدف الثاني الذي سجله ايو بن ناح كان اه دائما كما قلت العرضية من اه على الاطراف وا اه ايو بن ناح استغل الوضع جاء من بعيد ويعني اه استغل حتى قصر قامت الجريسي واسكن الكرة في مرمى مهدي مفتاح هنا اه يتضح جاليا ان فريق ملوية وجده لا يتعامل بالشكل جيد مع الكرات العرضية وهناك مشكل في الاطراف لو استغل نادي حسنية تقادير الامر اكيد انه سيسجل هدف او من خلال هذه التغرة اه كذلك الهدف الاول الذي اه سجله الفتح الرياضي اه هناك انسلال من لاعب فريق الفتح من اعلى الاطراف ومرر الى المواجم الافريقي الذي اسكن الكرة حرا طليقا اه في شباك مهدي مفتاح يعني هنا يتضح جاليا ان هناك مشكل في التعامل مع الكرات العرضية وكذلك حتى في الاطراف هناك سهولة في الاختراق على مستوى الاطراف سواء المزاوري او الجاريسي اه هناك سهولة ثمة من طرف المهاجمي الخصم في اختراق اه دفاع المولد الوجدية عن طريق الاطراف بالنسبة لرسم التكتيك الذي يعتمد عليه اه المدربة والاطار الوطني عام النشحي خلال مباراة السابقة للمولد الوجدية اعتمد على تشكيلة اربعة ثلاثة ثلاثة بالاعتماد على رباعي في خط الدفاع اه جاريسي والمزاوري على الاطراف وكذلك قادرين لعب الودا دي رغم ان قادرين لعب اه ضاهير الا انه يتم توظيفه كلعب في خط محوار دفاع فريق المولد الوجدية الى اه جانب اه اناس من راح الى في خط اه وسط الميدان هناك سرغات وامين وكريم بن عريفة الثلاثي سرغات ممكن انه يكون في بعض الاحيان المدافع الخامس يعني يدخل في اه الى اه لمساندة الدفاع الفريق المولد الوجدية كريم ما عرف هو بالمتابعة صنع العاب لو اه حرية في يعني يعني يكون خلف اه المهاجم السينيغالي اه بول فارين باسين اه الذي تواجد في الهجوم بجانب قيبوع المهاجم الجزائري او الجناح الجزائري وكذلك مرشد في اعلى الاطراف هذه التشكلة التي يدخل بها فريق مولدة وجدة والرسم التاكتيك الذي يدخل بها المولدة الوجدية والاعتماد كذلك على يعني على الكرة الطويل في اتجاه بول فارين باسين كما قلت هناك كريم بن عريف يكون دائما قريب من هذا اللاعب لان اه بول فارين يعتبر كما حتى فضائيا يتم الاعتماد عليها والاستناد عليها لانزال الكرة بالنسبة اه لأعلى الاطراف لقيبوع او مرشاة او لكريم بن عريف واستغلال الكرة التي تأتي من اه يعني من الدفاع كرة طويلة من الدفاع يتم ادغاء ثماما خط الوسط اه في اتجاه اه بول فارين باسين الذي يعتبر بما ثابت المحط الفضائية التي يتم الاستناد عليها من اجل اه فتح اللاعب بالنسبة على الاطراف او كذلك تحضير الكرة بالنسبة للعب من القادمين من الخار فهكذا يتم الاعتماد اه يعني حتى في التنشيط الهجومي هناك مشاكل في التنشيط الهجومي يتم اعتماد على اه المرور من الخط وسط الميدان يتم يلغى كليا خط الوسط الميدان خصوصا ضد الفروق التي لها وسط ميدان قوي او تشكل مشاكل عدة وجمع بالنسبة للموليدة الوجدية لذلك يتم الاعتماد على القرطة الطاولة في اتجاه السينيجالي او هدف الفريق خمسة اهداف سجلها خمسة اهداف رغم انه لم يبدأ مع الموليدة الوجدية شاءنا نعلم المشاكل التي كانت اه بين اه الاضارة والبولوفارين باسين عدم تأهله في الى اه بعد مرور فترة من الزمان اه بالنسبة لفريق حسنية قدير والغيابات التي يعاني منها فريق حسنية قدير هي بمثابة صداع في رأس ماركوس باكيتا اه بعض يعني نصف الفريق والركز الاساسي للفريق اه ستغيب اما بداعي الاصابة او بداعي الغياب عن بسبب الايقاف وجمع اربع انضارات اه شأن يتعلق بسويسي حسين الدينة التونسي وكذلك اه جمال الشماخ اه تحصل على اربع انضارات الى جريب هذا الثناء الاساسي في تشكلة حسنية قدير بطبيعة الحال هناك اه اصابة عضلية وهنا نقطة او علامة استفام حول الاعداد البدني لان اربع الى خمس لعبين اصيبوا اه اصابات عضلية بخنفرس اه يعني لعب ساعة من الزمن في المباراة السابقة امام التحطج وخرج مصابا باصابة عضلية كذلك اه جلال تين تاشتاش اه اخر اه يعني الملتحقين الى عيادة نادي حسنية تقدير كان هو المدي خلاطي يعني امور اه تتعلق بالاعداد البدني هنا نطرح علامة استفام حول الاعداد البدني امام هذه الغيابات كلا يعني تبقى الاختيارات جد محدودة بالنسبة للبرازيلي ماركوس سيزار باكيتا اه في حراسة المرمى اكيد ان الاختيار لن يخرج عن المهدي الجرباء الذي تألق في المباراة الاخيرة في اه على البستوى الظاهر الايمن حمز القلعي اه اه سياحه لما كان اشرف مزاق اه مصاب كذلك اه الى جانب في في المحور هناك محمد الشيخي الذي باصم على مباراة جميلة في منذ عودته من الاصابة وهذه اه حقيقة قالب في حق اه محمد الشيخي الذي سيكون بجانبه اه الشاب عبدالكريم اعليون لاعب فريق الامل اه في اه اه ربما في كالظاهر ايصر سيتم الاعتماد على الجناح ازاكان او اكرم الحنوي ربما ازاكان يعني هو المرشح لشغل هذا المركز في خط الوسط اه سنجد حمزة افصل العائد من الاصابة بعد شهرين من الغياب بسبب الاصابة في خلال مباراة المغرب التطواني او قبل مباراة المغرب التطواني الى جانب افصل سنجد كل من اه اكتوبر والعالمي وامام هذا التنائي عفوا سنجد اه صانع الالعاب فادي بن شوب اللاعبات التونسي وفي خط الهجوم سنجد كل من الخضر ومهري هذه هي التشكيل المتوقعة بالنسبة شخصيا هذه التشكيلة التي توقعتها لدخول غمار هذه المباراة كما قلت الاختيارات جد محدودة بالنسبة للبرازيلي ماركوس سيزار باكيتا وصلنا الى نهاية مواد هذا العدد نضرب لكم موعدا في قادم الايام الى ذلك الحين استودعكم الله الى لقاء